و ملاحظة صغيرة أقولها لكثيرين ممن ينقلون الحلقة بشكل مباشر على الفيسبوك أو في أي موقع أو مكان آخر أتمنى على الجميع أن يعتمدوا النسخة النهائية التي ستنشر إما على موقع قناة القمر الألكتروني أو على موقع المودة .be أو على المواقع الأخرى التي ترتبط بنا لماذا؟ لأن الحلقة الآن تبث بشكل مباشر فهي تحتاج إلى شيء من المونتاج الذي يجرى على كل البرامج التي تبث بطريقة مباشرة هذا شيء معروف في العمل الإعلامي لأن هذه البرامج ما هي ببرامج لتقديم برنامج طبخ؟ ما هي ببرامج تطرح موضوعات مؤقتة؟ هذه كتب متلفزة أتمنى عليكم أن لا تبقوا النسخ التي تحصلون عليها من طريقة البث المباشر وليس فيها من إشكال لكن من جهة فنية هناك عمل فني لا بد أن يجري على هذه الحلقات كي يعاد بثها ووضعها بين أيديكم من الجهة الفنية من جهة الذوق الفني أتمنى عليكم ذلك والأمر راجع إليكم مثل ما قلت لكم هذه البرامج هي كتب متلفزة هذه وثائق وستبقى سأموت أنا وربما تغلق هذه القناة ولكن هذه البرامج ستبقى وهذه الوثائق لن تجد أحدا يضعها بين أيديكم فأتمنى عليكم أن تتبنوا النسخة النهائية التي نعرضها في مواقعنا الرسمية وأن تنشروها لأنها ستكون أكمل من الجهة الفنية أنتم تعلمون هذا بث مباشر المصور يكون على أعصابه والمخرج يكون على أعصابه والمسؤول عن نقطة البث يكون على أعصابه وأنا أيضا أكون على أعصابه هذا بث مباشر البث المباشر مثل ما له حسنات له سيئات له إيجابيات وسلبيات ففي عملية المنتج الفني نحاول أن نتجنب العيوب الفنية في التصوير والإخراج لأجل أن يكون العمل أفضل لهذه الجهة نبهتكم ووجهت أنظاركم